هناك معادلة جديدة ترسم ملامح لناتو جديد كنا نتحدث عن الناتو العربي أنا في تقديري أننا بعد اشتراك ألمانيا على أعتاب ناتو الشرق أوسطي ربما مع مجيء الجمهوريين سيشكل مبدئاً أسس عليه نظرية ترامب في قضية هيكلة الناتو الدولي وقال أنه آن الأوان إلى أن يعني أنه نغير من فلسفة الناتو باتجاه ناتو الجديد فكانت التوقعات تشيئة إلى أن يكون هناك ناتو عربي الواضح الآن أنه سيكون هناك ناتو شرق أوسطي تتصالح فيه المصالح الأوروبية مع الولايات المتحدة مع دولاً إقليمية لتحقيق الضامن للإطلالات البحرية التي تبثل مصدراً واعداً في الاقتصاد الأزرق وفي طاقة الخضراء وتأمين سلاسل الإبداد البحرية التي هي ليست بعيدة عن الأمن والسلم الدوليين على اعتبار أن ضمان النقل البحري هو جزء لا تجزء من الأمن والسلم الدوليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر